اشتون كارتر خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي كبلدين حليفية وشركين منوها للعاهل المفدة بأن العلاقات البحرانية الأمريكية تميزت عبر تاريخها الطويل بالثقة والاحترام المتبادل والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بما يحقق المصالح الاستراتيجية للبلدين والشعبين الصديقين وخلال اللقاء بحث جلالة الملك المفدة مع وزير الدفاع الأمريكي أخر المستجدات الرهنة في المنطقة ومجمل الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا موضوع اهتمام البلدين حيث أكد جلالة حفظ الله على دعم مملكة البحرين لكل الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز السلام في المنطقة منوها جلالته بالدور الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وخدمة قضايا السلام العالمي وقد أشاد الوزير أشتون كارتر بلقاءه مع جلالة الملك المفدة والذي يعكس عمقى علاقات الشراكة والتعاون الوثيق القائم بين البلدين الصديقين حيال مختلف القضايا كما أثنى على الدور المهم لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدة وما تبديه من تنسيق وتعاون بناء ومثمر تجاه قضايا الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ترجمة نانسي قنقر